وزير خارجية النمسا نسعى لبناء علاقات على المستوى الأوروبي مع الأسد نيهاما يريد استثمار 45 مليار يورو في الطرق بعد نجاحه في الانتخابات الشرطة المالية تنفذ حملة تفتيش في فنادغ فين للبحث عن العاملين بالأسود النمسا تقدم منحة تعليمية للرعاية الطبية لتسعة آلاف شخص وتقرير يكشف أن الطلاف النمسا أكبر سنا في المتوسط الأوروبي وأخيرا وفات شاب في جبال تيرول بعد أن ضربته صاعقة رعبية مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة دعا وزير الخارجية النمساوي أليكزندر شالنبرغ المفاوضية الأوروبية إلى التخلي عن الأوهام السياسية والاعتراف بالواقع مشددا على ضرورة التحدث بصراحة بشأن الهجرة والتعامل مع دونالد ترامب محذرا من أن الاتحاد الأوروبي سيكون مسؤولا إذا أصبح ترامب تهديدا وأعرب شالنبرغ عن دعمه لمبادرة ألمانيا التي تدرس إعادة المهاجرين المدانين إلى سوريا مشيرا إلى ضرورة إعادة التفكير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا وأكد أن التعامل مع النظام السوري ضروري لمعالجة الأزمات الإنسانية وتقليل الهجرة غير المشروعة معتبرا أن السياسة الحالية غير فعالة أكد المستشار النمساوي كارنيهاما أن تطوير البنية التحتية للنقل والطاقة هو مفتاح لمستقبل النمسا الاقتصادي والتنافسي وانتقد نيهاما شريكه الأخضر في الحكومة قائلا إن سياسة التأخير التي تتبعها وزارة النقل بقيادة لينورا جيفيسلر أبطأت تنفيذ مشاريع حيوية مثل نفق لوباو في فيينا ورغم التأخيرات أكد نيهاما التزامه بتعزيز البنية التحتية إذا عاد إلى الحكومة بعد الانتخابات من جانبه دعا وزير المالية ماغنوس برونر إلى رؤية شاملة تتوازن بين الابتكار وحماية البيئة وردت جيفيسلر بأن حماية البيئة والمناخ أولوية مشيرة إلى أن بناء الطرق يؤدي إلى مزيد من الاستحام قامت شرطة المالية بعمليات تفتيش في سبعة فنادق بفيين حيث تم فحص ستة وتسعين شخصا وأصفرت الحملة عن اكتشاف ثلاثة وعشرين مخالفة ما نتج عنه فرض غرامات بقيمة ثمانية وستين ألف يورو وجمع متأخرات ضربية تجاوزت ثلاثة وأربعين ألف يورو وتركزت الحملة على العمالة الأجنبية في مجالات التنظيف والخدمة وكشفت مخالفات تتعلق بقوانين توظيف الأجانب والتأمينات الاجتماعية وقانون مكافحة الإغراق الاجتماعي حيث كان نصف عمال أحد الفنادق يعملون بشكل غير قانوني وتم القبض على أربعة أشخاص بتهم الإقامة غير القانونية وأكد وزير المالية ماغنوس برونر على أهمية هذه الحملات في مكافحة التهرب الضريبي أكد وزير الاقتصاد مارتين كوخر ووزين الشؤون الاجتماعية والصحية يوهانس روخ عن استفادة حوالي تسعة ألاف شخص من منحة الرعاية منذ بداية العام الماضي حتى يونيو هذا العام بإجمالي مئة وثمانية مليون يورو وأشكل النساء ثمانية وسبعين بالمئة من المستفيدين وتهدف المنحة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكوادر المتخصصة في مجال الرعاية حيث يحصل المتدربون على دعم مالي قدره ألف وخمسمائة ستة وثلاثين يورو شهريا من وكالة العمل النمساوية وأشاد كوخر بالبرنامج لدوره في زيادة جاذبية مهنة الرعاية بينما أكد روخ على أهمية المنحة في دعم المتدربين المالي وتمكينهم من تغيير مصارهم المهنية أظهرت دراسة حديثة ليورو شتودنت مقارنة بين ظروف الدراسة في خمسة وعشرين دولة بيانت أن الطلاب في النمسا أكبر سن ويعملون أكثر من نظرائهم الأوروبيين ووفقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الطالب في النمسا سبعة وعشرين عام بينما يتراوح المتوسط في الدول الأخرى بين واحد وعشرين عاما في أزبرجان وواحد وثلاثين عاما في أيسلندا وأوضحت الدراسة أن خمسة وسبعين بالمئة من الطلاب الذين يعملون أكثر من عشرين ساعة إسبوعيا لا يمكنهم تغطية نفقات دراساتهم دون العمل ويفكر واحد من كل ثمانية الطلاب في ترك الدراسة ويعمل في النمسا ستة وخمسين بالمئة من الطلاب طوال الفطل الدراسي بمتوسط واحد وعشرين ساعة إسبوعيا توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاما مساء الأحد بعد أن ضربته ساعقة رعدية في جبال تاورن العالية في تيرول حيث كان الشاب هو وهو من كاتنن في رحلة مشي مع عائلته عندما ضربت ساعقة رعدية قوية ولجأ بعض أفراد العائلة إلى الاحتماء تحت صخرة بينما واصل الشاب المشي وتعرض للساعقة على ارتفاع 2300 متر وبعد انتهاء العاصفة عثر شقيقه على جثته وحاول إنعاشه دون جدوة وكذلك الطبيب الذي وصل بواسطة مروحية إنقاذ وقد تزامن الحادث مع عاصفة تسبب في أضرار كبيرة مما استدعى تدخل حوالي 500 من رجال الإضفاء لإزالة الضرر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أم السياسة عيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة